يختتم اليوم مهرجان الموسيقى العربية فعلياته على مصرح النفورة بدار الأبرى بالقهرة وتحييه الفنانة مي فاروق شارك في المهرجان هذا العام في نسخة الثانية وثلاثين عدد من كبار النجوم المصريين والعرب قبل ساعات من اختتامه وصل مهرجان الموسيقى العربية فعلياته بليلة فنية استثنائية قدمها الفنان علي الحجار بمشاركة الموسيقار الإماراتي أحمد الهاشمي الذي قدم فقرة بالعصف على البيانو وسط حضور جماهيري كبير لم ينقطع منذ اليوم الأول للمهرجان أحمد راني كثير مبسوط وفرحان أنه مشارك واحد من أعظم المهرجانات في الوطن العربي وصراحة ما كان مصدق نفسه لم يعرف أنه سيكون موجود في حفل الفنان العظيم الأستاذ علي الحجار فإن شاء الله تنبسطون إن شاء الله وإن شاء الله يكون مرات ثانية كثير في مصر قدم الفنان علي الحجار العديد من أغانيه المميزة منها المال والبنون وما في نشم الخوف وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أشاد بتنظيم هذا المهرجان الأكبر والأهم في الشرق الأوسط وتزامن هذا الحفل مع استضافة مصرح دار أوبرا الإسكندرية الفنان أحمد جمال في إطار جاهزية مسارح الأوبرا التي استضافت أكثر من سبعين مطرب ومطربة فنان علي الحجار فنان كبير والتنظيم رائع وغير كل سنة مهرجان رائع طبعا والتنظيم أكتر من رائع أنا من الفان زيبته علي الحجار طبعا أنا أول ما دخلت انبهرت بالتنظيم بصراحة حاجة جميلة جدا وما كنتش متخيلة أن أول ما رأخش أحس أن أنا مبهور أن في حاجة حلوة كده في مصر بصراحة أنا بخورين بحاجة زي كده بتعمل في مصر وطبعا وجود الفنان علي الحجار ده ميزة كبيرة لأي حفلة ما شاء الله يعني تنظيم جميل ومنظم ومرتب وبعد هذا الحفل تستعد دار الأوبرا المصرية لإقامة حفل الختام الذي ستحييه الفنانة مي فاروق على مصرح النافورة ليودع المهرجان جمهوره في نسخة قوية راعت فيها كل الأذواق الفنية المختلفة محمود جميل التلفزيون المصري